الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأنصاره الطيبين الطاهرين وارضى اللهم عنا معهم أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزذنا علما وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين وبعد مع اسم جديد من أسماء ربنا سبحانه له الأسماء الحسنى والصفات العلى من أسمائه الستير الستير من الستر والستر الإخفاء ويعني الستر بمعنى المنع كما في الحديث من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار سترا أي مانعا حاجزا من النار ورد هذا الاسم الكريم الستير في السنة من حديث يعلى بن أمية رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يغتسل بالنهار بلا إزار الإزار تعرفين لبس الحج بيلبس من تحت إزار ومن فوق اسمه رذاء فاللي تحت ده اسمه إزار والنبي صلى الله عليه وسلم ما اغتسل أبدا عريانا كان يغتسل بإزار صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كانش عندهم بقى الحمامات والأشياء المغلقة مثل أيامنا هذه لما كانوا يأتون في أماكن بعيدة في وراء الصخور في الجبال يفعلون هذا رأى رجل بيغتسل بالنهار بلا إزار فصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الله عز وجل حيي ستير يحب الحياء والستر فإذا اغتسل أحدكم فليستتر اشتهر اسم الستير عند بعض الناس بأنه السطار حتى تسمى به أناس بالإضافة إليه وقريب في اللفظ والمعنى سمى عبد السطار ده قريب في اللفظ والمعنى من الطريف كما يقول الشيخ سلمان العودة فك الله أسره وجميع إخوانه يقول أن أحد الفضلاء وقع له حادث في سيارته حيث انقلبت في الطريق وحذر الناس لإنقاذه وإنقاذ أسرته وهم يهتفون كالعادة يا سطار يا سطار فأطل عليهم برأسه من حيث هو يصحح لهم ويستدرك عليهم ويقول قولوا يا ستير قولوا يا ستير رحمه الله وغفر الله له ورد عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رجلين سألاه عن الاستئذان في الثلاث عورات ربنا ذكرهم في سورة النور التي أمر الله بها في القرآن فقال لهم ابن عباس رضي الله عنهما إن الله ستير يحب الستر كان الناس لسا لهم ستور على أبوابهم ولا حجال في بيوتهم ما في الستائر ولا في أبواب فربما فاجأ الرجل خادمه أو ولده أو يتيمه في حجره وهو على أهله فأمرهم الله عز وجل أن يستأذنوا في تلك العورات التي سمى الله عز وجل ثم جاء الله عز وجل بعد بالستور وبسط عليهم في الرزق فاتخذوا السطور واتخذوا الحجال فرأى الناس أن ذلك قد كفاهم من الاستئذان الذي أمروا به لكن الستر معلوم وعندما تعلمنا من الأداب إذا أردت أن تدخل غرفة حتى في بيتك غرفة والدك والدتك أو إخواتك البنات لابد أن تطرق على الباب وتستأذن الستير رواية إحدهما كسر السين ستير مع التجديد التائي مكسورة الستير والثانية فتح السين وكسر التائي الستير وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه بالستر كما ورد عند أبي داود عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح والأفضل لكل مسلم فينا ومسلمة أن يحفظها يقول اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بك أن أغتال من تحتي كان دائما يدعو بهذا الدعاء صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بك أن أغتال من تحتي والله سبحانه وتعالى هو الستير يسطر على عباده ولا يفضحهم في المشاهد ويحب من عباده السطر على أنفسهم واجتناب ما يشينهم محب لتارك القبائح ساتر للعيوب والفضائح وهو الحيي فليس يفضح عبده عند التجاهر منه بالعصيان لكنه يلقي عليه ستره فهو الستير وصاحب الغفران سبحانه وتعالى والستير سبحانه يأمر بالستر ويكره المجاهر بالمعصية في صورة النور يقول ربنا إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون في الحديث كل أمتي معافا إلا المجاهرين وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه المؤمن إن وقع في معصية أو تقصير في واجب بالغ في الستر على نفسه وقد ورد إن بعض السلف خرج إلى الصلاة فاستقبله الناس خارجين من المسجد فغطى وجهه ورجع والله سبحانه وتعالى يقول لعبده المذنب يوم القيامة إني سترت عليك في الدنيا فأنا أغفرها لك اليوم الستير سبحانه وتعالى يحب الستر ويحث عليه يرغب الناس فيه يقول صلى الله عليه وسلم ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة والستير سبحانه وتعالى لا يحب تتبع عورات المسلمين وكشفه لأن من أسمائه الستير في الحديث يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتاب المسلمين ولا تتبع عوراتهم فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته والعياذ بالله لذلك ينبغي للمسلم أن يتحلى بهذا الخلق العظيم أن يسطر على نفسه إن وقع في معصية وأن يتوب إلى الله سريعا وأن يسطر على إخوانه إن رأى منهم يعني ما يشين من الذنوب أو من الآثام نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يسطرنا وإياكم في الدنيا والآخرة اللهم آمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا